أول حاجة تلاتة سبعة تلاتة سبعة اللي مصر استعادت فيه كرمتها وحريتها واستقلالية قرارها واللي مصر استعادت فيه عزتها مصر من غير تلاتة سبعة من غير بيان تلاتة سبعة من غير كل اللي جرى علشان نقدر نوصل لهذا اليوم التاريخي المشهود كان زماننا في خبر كان كنت لسه بتكلم مع زميلي على انتظارنا اليوم تلاتة سبعة سنة الفين وثلاثتاشر كان انتظار عمري في حياتي ما استنيت شيء قد ما كنت مستني البيان عمري في حياتي ما كنت بانتظر اي شيء انا من طبعي لا انتظر اي شيء وبادر اسعى اواسبها على ربنا سبحانه وتعالى يصرف الامور زي ما هو عايز في تلاتة سبعة كنت قاعد منتظر قبل تلاتة سبعة ده كنا طول الوقت عاديين بنفكر ايه اللي هيحصل يعني مرينا كلنا كوطن بكل الظروف بكل الصعاب لحد منزلنا يوم تلاتين ستة قدام قصر الاتحادية وفي مدان التحرير وفي كل ميادين جمهورية مصر المحروصة بامر ربنا هتفضل محروصة بالمناسبة اكتر من تلاتين مليون بني قادم نزلوا يوم تلاتين ستة وقبل ما احنا نقول ان هم عشرة ولا عشرين ولا تلاتين ولا يزيد كان سي أن أن هي اللي طلع وكتب على نيوز بار بتاعها ان ده اكبر تجمع بشري حصل في التاريخ وقالوا ان اللي نزلوا دول يقتربوا او يزيدوا من التلاتين مليون مواطن من الشعب المصري شفتوا انا بقولك مواطن المصريين هم اللي نزلوا وهم اللي خدوا قرار تحديد مصرهم هيبقى عمل ازاي كل المصريين انا زاك كان يمكن خمسة وتسعين مليون تقريبا تعداد جمهورية مصر العربية منتظرين ماذا بعد تلاتين ستة الى ان جاء هذا البيان العظيم اللي حدد لنا خارطة طريق نقدر نمشي عليها عشان نبقى وقفين كده النهاردة لولا تلاتة سبعة وخارطة الطريق بتاع التلاتة سبعة ولولا قرار شديد الشجاعة بل هي الشجاعة الصارخة حقيقي قرار جسور من وزير الدفاع انا زاك وزير الدفاع انا زاك خد قرار انه هيقف في وجه هذه التنظيمات خد قرار انه هيقف في وش الارهاب اللي هو بالقطع ارهاب دولي وزير الدفاع خد قراره المشير عبدالفتاح السيسي انا داك بنا يدي له الصحة